جئنا من مناطق مختلفة في العالم لهدف واحد حياة جديدة في ظل الخلافة التي أعلنها ما يعرف بتنظيم الدولة الإسلامية والآن قد هربنا وهنا في قبضة القوات الكردية في شمال سوريا إيمان جاءت من تونس إلى الرقة مع زوجها كان يريد أن يصبح مقاتلاً معهم أما هي فقالت إنها كانت تريد حياة إسلامية صحيحة كانت لدي العديد من الأسئلة واستطعت أن أرسلها إليها إيمان ألم تشاهدي الفيديوهات والصور التي أبرزت وأظهرت كيف يتعامل تنظيم الدولة مع أعدائه وخصومه بدموية شي مرة أتفرش في فيديوه بتونس كيف أخذوا شخص سرق وقطعوا له إيده صح هاي أما كثير بش نتفرش في الفيديوهات معناها ذبحوا ولا قتلوا لا ما كيف تنشر هذا كثير حدثيني عن اللحظة أو الموقف الذي تيقنتي بعده أن كل ما أنت فيه هو خطأ وأن عليك أنت وزوجك أن تهرب من سوريا شفنا الشيء غريبة بيخلي إنسان بخاف حتى كلناموا بخافوا على حانا بخافوا على أطفانا بخافوا على أزواجنا نحو نايمين يأخذوا أزواجنا وبيقتلوهم هاك من الصعب تحديد ما إذا كانت هذه المجموعة من السيدات اللواتي استطعنا الهرب بضحايا في وقت ما كانوا جميعا جزءا من تنظيم الدولة النساء فيما يعرف بالدولة الإسلامية مطلوب منهن أن يقمن بأدوار الزوجة والأم وربة البيت بعض هؤلاء النساء يتقلدن أدوارا أكثر أهمية بعضهن حتى يشاركن في القتال في عام 2014 تشكلت في الرقة كتيبة الخنساء النسائية مهمتها كانت تطبيق القواعد الصارمة للتنظيم بين النساء وعقابهن إن لزم الأمر هاي المغربية كانت كتير بتعمل أشياء ما يمنحها مع النساء اللي كانت هنيك موجودين بالمضافة كانت بتعزبهم بتعمل غراس وبتمسكوا الباب من تحت بتعملوا قاويرة هيك بتفتحوا فتحة عشان بس تفوت الأكل وين تقضي حاجتها وبتمسكها هنيك هي وأطفالها كمان كانت تضربهم هؤلاء الأطفال لا يعرفون شيئا عن الحياة خارج الرقة والآن تريد أمهاتهم أن يعودوا إلى أوطان لم يروها هنا في المملكة المتحدة سافرت ستون امرأة على الأقل إلى سوريا تسنيم أكنجي يمثل بعضا من عائلاتهن يقولهم إن العودة إلى بريطانيا لن تكون سهلة من الصعب جدا على السلطات التفريقة بين النساء اللواتي يريدن العودة إلى بريطانيا بسبب الشعور بالندم واللواتي يريدن العودة من أجل شن هجوم إرهابي هذا أمر ليس بالسهل أما في دواحي الرقة تقول إيمان إنها نادمة على تركها لوطنها تطالبين بالعودة إلى بلدك إلى عائلتك لما يجب عليهم أن يصدقونك الآن بعد أن كنت جزءا مما يعرض بتنظيم الدولة أنا إنساء نغلط بشر يغلط معناه وننصح أي واحد أي واحد ينقض حاله من هلا ولا رو بش يفتس كما داعش بش يموت كافر مفتس لاحور ولا تقابل عز وجل راك نار جهنم ومعصى المصير ابن إيمان ولد في الرقة تقول إن الأمل يحدوها في أن يكبر بعيدا عما يعرف بتنظيم الدولة الإسلامية شايماء خليل بي بي سي شكرا للمشاهدة